اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة محمد خضير نبدأ قصة حياة الكاتب اللي هو محمد خضير الاديب العراقي المعروف محمد خضير اذا هذا اول سؤال هو محمد خضير محمد خضير اذا كان كاتب عراقي ولده في البصرة عام 1942 اكمل دراستة هناك بقام 1961 يعني ايضا بالبصرة هو الماضي للفعل ايضا بالتيج هو درس اكثر من ثلاثين عام في هاي المحافظات يعني درس بمدارس هذه المحافظات الثلاثة يقول اول مرة ظهرت قصصه القصيرة يعني ظهرت في مجلة الاديب العراقي او تقول الاديب العراقي يعني منطق اسميا اذا اول قصص قصيرة ظهرت الى مجلة الاديب العراقي عام 1962 ترجمت قصصه القصيرة إلى هاي اللغات الانجليزية والروسية والفرنسية هاي هاز وان وان هنا هو الفعل ربح او فازة وكأنه ده نقرأ شوان اقول العدد وان بالانجليزي نفس الشيء الفضح وان مني برايس اذا ربح العديد من الجوائز انكلودين ده سلطان الاويسيز وارد ده يونيتيد عرب امارات انتوثاوزن فور اذا من ضمن الجوائز اللي حصل عليها جائزة السلطان عويس من الامارات العربية المتحدة عام 2004 under the gold pen award from the general union of Iraqi writers in 2008 والجائزة الاخرى هي من جائزة القلم الذهبي من اتحاد الادباء العراقيين ب2008 he achieved fame اذا هو حقق شهرته in the middle east في الشرق الاوسط after publishing بعد نشر his two short stories قصصه القصير الاثنان the swing and melodies on the strong of rubaba العزف على اوتار الربابة او انغام على اوتار الربابة in the بيروت arts magazine مجلة فنون بيروت his best works هس افضل اعماله افضل اعماله include تتضمن the black kingdom المملكة السوداء at 45 centigrade autumn dream involvement اللي هي التحنيق gardens of faces and the novel بصرياثة هذي هي best works for محمد خضير هذي افضل اعمال الكاتب محمد خضير وعلى اكثر تيجيكم بالفراغات يعني كتعداد هس راح ننزل this wing طبعا طلاب بس احب اذكركم انه الاسئلة الوزارية المهمة اللي تخص هذي القصة راح تلقوها بنهاية الفيديو وايضا اكو بنهاية الفيديو معلومة راح اعنطيكم اياها ان شاء الله تعرفوها بوقتها this wing هي الارجوحة طبعا سميت بالارجوحة لان احداث القصة كلها تصير بالارجوحة يعني الطفلة راح تكون تتارجح وراح تجي الاحداث تتوالي فلهذا سميت ب the sun الارجوحة احداث القصة we have two main character ستار ستار انت حليمة الشخصيتين الرئيسية بالقصة هم الجنجي اللي اجي اللي اسمه ستار والطفلة الصغيرة اللي هي حليمة الشخصيتين ذولي كلش مهمة بالقصة this wind is one of the best short stories about war اذا احد افضل القصص القصيرة عن الحرب محمد خضير روت محمد خضير كتب this short story after the summer اذا كتبها بعد صيف in 1967 هذا العام 1967 كتب هذه القصة was against israel مع الحرب ضد اسرائيل خضير ليتا روت i was يقول ذكر انه محمد خضير شنو قال قال i was 25 years old when i wrote this wing كان عمري 25 سنة لما كتبت هذه القصة i actually found it very difficult يقول انه انا شفتها كلش صعبة to control the personal feeling storming inside يقول شفتها صعب انه تسيطر على المشاعر الشخصية control تسيطر the personal feeling المشاعر الشخصية storming يعني عاصفة المشاعر الشخصية inside a young man في يعني داخل الشاب صغير with crude experience مع يعني crude خام crude experience تجربة خام in poliatic and war في السياسة والحرب يقول صعب انه السيطر على يعني شاب صغير عن مشاعر الشخصية اللي بداخله والتجربة الصغيرة او التجربة الخام عن السياسة والحرب yet i was fully aware of the conditions of story writing this wing is a severe condemnation of war يقول هي هسا شون نقول رح ينطينا general meaning المعنى العام لس وين او احيانا يقول لك discuss this وين ناقش this وين من تناقش رح تنطي هذه السطرين هي شون نقول الزبدة اللي تحملها هذه القصة انه عن ماذا تتحدث عن ماذا تتحدث السوين قل السوين هي ادانة قاسية of war wherever it happened عن الحرب التي حدثت هي دعوة مخلصة هي دعوة مخلصة تسستين للحفاظ حياة العائلية تجعل الطفولة سكير آمنة and to love one another وليحب أحدنا الآخر هذه نقول الزبدة مات القصة اللي هي نقول general meaning المعنى العام إلها فمهم أنه هذه السطرين السيطر عليها وتحفظها إذا جدتك what's the moral lesson of this wing ما هو الدرس الأخلاقي من this wing تقدر تكتبهم أو discuss what's this wing talking about نكمل ندخل بالتفاصيل detail meaning اللي تحمل هذه القصة it tells about إنها تتحدث عن a soldier ستار عن الجندي ستار who has just returned from the hell of war الذي رجع من جحيم الحرب carrying a message for the family of his friend حاملا معه carrying حاملا معه رسالة من صديقة إلى عائلة هذا صديقة اللي اسمه علي his friend علي صديقه علي was killed in battle الذي قتله في الحرب leaving his mother his wife and his little daughter حليمة يقول إن قتل صديقة وترك وراء زوجته وأمه وبنته الصغيرة حليمة تكملت القصة اللي هي ما متبقي منه un indescribable dialogue يقول هذا الحوار الذي لا يوصف goes on between ستار and the little girl بين ستار وهذه الطفلة الصغيرة while he sways بينما هو يوارجحها sways her sways her يوارجحها in her swing في ارجوحتها he tries he tries to convince هو يحاول أن يقنعها convince the child that يقنعها بأن her father is like smoke بأن أبوها مثل الدخان and she can see him هي لا يمكن أن تراه only فقط when she closes her eyes فقط عندما تغمض عينيها ستار cannot find ستار لا يمكن أن يجد any other way to inform the little girl يقول مدى يلقى أي طريقة يخبر بيها الطفلة الصغيرة that his friend has left forever يقول أن مدى يلقى طريقة يخبرهم بأن صديق علي قد غادر إلى الأبد through he left honorably يعني أن هو غادر بشرف honorably يعني بشرف تعرفون أن الشهادة شرف the story stresses هذا أيضا أحد الأسطر المهمة stresses بأن القصة تشدد أو تؤكد على that war destroys بأن الحرب هي دمار everything يقول دمار لكل شي لا تقود لشيء غير الموت الحرمان والدمار طبعا أريد أقول لكم أنه راح تصير عندنا كل نهاية فيديو فقرة اسمها كوتايشن الكوتايشن هو اقتباس اليوم الكوت اللي حضرت لكم الاقتباس اللي حضرت لكم هو من الكاتب البرازيلي باولو كويلو كن متكبرا مع المتكبرين هذه هي اللغة الوحيدة التي يحترمونها هذا الكلام شبيه بالقول المأثر اللي عندنا بأن التكبر على المتكبر صدقا ولما سئلوا أحد الصالحين شنو يعني هذا الشيء أن التكبر على المتكبر صدقا قال بأنه إذا توضعت مع هذا المتكبر تواضعك راح يزيد تكبرا أوكي فهذا الكوتايشن أتمنى أنه يكون قد عجبكم وإن شاء الله فيديوهات قادمة إن شاء الله راح شوفون المزيد لا تنسون الاشتراك ومشاركة القناة مع أصدقائكم ودعم الاشتراك شكرا